اهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة حلقتنا النهاردة ان شاء الله هكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي هيكون معنا تخصص من التخصصات المعمارية وهو تخصص اعمال النجارة وهيكون معنا النهاردة شرح مادة التخطيط وادارة الانتاج الصف الثالث والنهاردة هيكون شرحنا بعنوان مؤيسة عمل مؤيسة باب اسلامي الطراز مروحة هنعرف ازاي النهاردة نعمل مؤيسة الباب الاسلامي كشف الكمية وكشف المغلق طبعا الصف الثالث وزي ما احنا قلنا قبل كده احنا خدنا طبعا في المؤيسات باب بحشوات مهرمة والمؤيسة السابقة كانت شباك شمسية وزجاج من المؤيسات المهمة جدا والنهاردة المؤيسة بتاعتنا باب اسلامي الطراز مروحة قبل ما ابتدي في شرح مادة التخطيط اللي هي المواقسات بتاعتنا هنعرف ليه سمي الباب بهذا الاسم طبعا باب إسلام الطراز سمي بهذا الاسم لأنه يوجد به حشوات ذات طابع إسلامي إما على شكل مفروك العدلة أو مفروكة مائلة أو حشوة معقلية يبقى إذن الباب سمي بهذا الاسم لأنه له طابع خاص بالنسبة للحشوات التي ستركب به إما على شكل مفروك عدلة وهي عبارة عن سؤسات عدلة بتقسم الحشوة إلى التلت والتلتين وتحصر على جانبها أربع حشوات على شكل مستطيل وفي الوسط حشوة مربعة الشكل أما الحشوات المفروكة المائلة عبارة عن سؤسات مائلة على زاوية 45 بتحصر على جانبيها أربع حشوات على شكل معين وفي الوسط حشوة مربعة الشكل طبعا نحن نشوف الكلام ده كله مدعم بالصور علشان خاطر برضو الطالب يبقى فاهم يعني إيه الحشوات الاسلامية ولماذا سمي هذا الباب بهذا الاسم طيب في الآخر باب إسلام الطراز مروحة لماذا سمي الباب باسم باب مروحة نظرا لوجود أو الباب يتعلق بمفصلات يطلق عليها مفصلات مروحة المفصلات المروحة دي بتعمل عملية فتح وغلق للباب في الاتجاهين سواء للدخول أو للخروج عشان كده سميناه باب مروحة طبعا الباب المروحة ده ممكن أنه يستخدم في غرف العمليات أثناء إجراء عمل جراحة وذلك نظرا لإنجاز في الوقت وسرعة في إجراء عملية قد تحتاج إلى ثانية فالباب يكون مركب بمفصلات مروحة عشان يبقى الباب يفتح في الاتجاهين ولكن في حالة غلق الباب ويكون دائم بنركب له ترباز داخل الإسطامة دي كان شرح بسيط جدا للباب الإسلامي الطراز عشان قبل ما نجتدي في مادة التخطيط وإزاي نعمل المؤيسة بتاعة الباب الإسلامي الطراز طبعا المؤيسة بتاعتنا النهاردة من المؤيسات المهمة جدا فنركز مع بعض لأنها طبعا من المتوقع أن هي ممكن تيجي السنة دي في الامتحانات فطبعا هنركز مع بعض إزاي نعمل كشف الكمية وكشف المغلق وطبعا زي ما احنا قلنا أن نموذج الامتحان بيكون عبارة عن سؤالين السؤال الأول بيكون خاص بالمناصات والعطاءات والجزء التالي بيكون خاص بالمؤيسة وبيطلب منك في المؤيسة كشفين كشف الكمية وكشف المغلق كشف الكمية التفصيل لقلنا الغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي أما كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طبعا احنا ذكرنا الحاجات دي كلها ويعرفنا زيادات التشغيل وبرده هنسكرها تاني وكون مدعمة بالصور الحاجة التانية عايزين نقول الجزء الخاص بالمناصات والعطاءات هو جزء بسيط بيجي لك فيه سؤال ألف وبيه بيتكلم عن المناقصات والعطاءات يعني إيه منقصة ويعني إيه كراسة المواصفات وإيه هي المناقصة ومين هو المالك اللي هو صاحب المشروع ومين هو المقاول وإيه هي شروط العقد ويعني إيه تأمين ابتدائي وتأمين نهائي ونعرف مين إيه هي الأدوار اللي بيقوم بها أو مسئوليات كل من المسئولين عن إجراء المناقصات وإزاي بتتعامل المناقصة هنعمل لها حلقة إن شاء الله مخصصة لكن هي جزء بسيط جدا وعبارة عن سؤالين ألف وبيه حاجة بسيطة إن شاء الله وهنعرف فيها برضو التأمين الابتدائي والتأمين النهائي من في المناقصات والعطاء تعالوا النهاردة مع بعض نشوف حلقتنا النهاردة اللي هي خاصة بعمل مؤيسة باب إسلامي التراز مروحة طبعا الباب ضرفتين ومركب في فتحة مباني مقاس طول متر أربعين في ارتفاع اتنين متر عشرة يلا بينا كده نشوف مع بعض المؤيسة أول حاجة حابب أقول طبعا الأقسام المعمرية طبعا في عندي أعمال الخرصانة المسلحة في عندي أعمال نجارة العمارة في عندي الأعمال الصحية في عندي أعمال التشطيبات وأعمال البناء والتشهيد اللي يخصنا النهاردة إن شاء الله هو قسم أعمال أو تخصص أعمال النجارة طبعا المادة بتاعتنا النهاردة مادة التخطيط وإدارة الإنتاج أعمال نجارة العمارة الصف الثالث أول حاجة في المؤيسة طبعاً زي ما احنا قلنا بيطلب مني كشفين أول كشف هو كشف الكمية التفصيلي وقلنا الغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي وتعتبر المؤيسة الكمية الأساس الذي يمكن بواسطته إيجاد كمية المواد وحساب التكلف يبقى الغرض من كشف الكمية الغرض منه إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي شكل كشف الكمية التفصيلي بيكون من بند بيان الأعمال العدد القطاع بسنتيمتر العرض والسنق الطول بالمتر ملاحظات طبعاً الغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب يعني البند دوت طبعاً في بداية الكشف بنقول بالمتر الطولي خاشب موسكي لزوم الكشف الثاني وهو كشف المغلق والغرض منه إيجاد كمية الأخشاب يبقى أنت عرفت أطوال الأخشاب بتاعتك في كشف الكمية المطلوب منك تجيب الكمية إذا كنت ماسك عمارة كبيرة فيها مثلاً عشر تدوار أو عشرين يبقى أنت المطلوب منك أن أنت هجيب كمية الأبواب كلها بالمتر المكعب طبعاً الكشف بتاعنا مكوم من بند بيان الأعمال العدد المقاسات بالمتر وقلنا ليه طبعاً المقاسات بالمتر لأن احنا بنشتغل بالمتر المكعب يعني بنضرب الطول في العرض في السنق بعد كده الجزئية كمية إذا كان البند واحدة تحط في جزئية واحدة ماشي إذا ما كانش هنجمع الجزئيات ونحطها في بند الكمية يبقى الغرض من كشف المغلق إيه البند دوت إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب طبعاً بند التفصيلات بنبتدي نشوف الأخشاب بتاعتنا هنقسمها إزاي عشان نعمل الباب بتاعنا النهاردة في بداية الكشف طبعاً بنكتب بالمتر المكعب خشب موسكيليزوم واد الأبواب الإسلامية بيكون إما ذات حشوة مفروقة مائلة أو حشوة مفروقة قائمة أو عدلة طبعاً إحنا قلنا في بداية الحلقة يعني إيه باب إسلام الطراز قلنا سمي الباب بهذا الاسم نظراً لوجود حشوات ذات طابع إسلامي إما على شكل مفروقة مائلة أو مفروقة عدلة أو حشوة معقلية وعرفنا المفروقة المائلة عبارة عن سؤاسات مائلة على زاوية 45 بتقسم الحشوة التلت والتلتين وتحصر على جانبيها أربع حشوات على شكل معين وفي الوسط حشوة مربعة الشكل أما المفروقة العدلة عبارة عن سؤاسات قائمة بتحصر على جانبيها أربع حشوات على شكل مستطيل وفي الوسط حشوة مربعة الشكل أما الحشوة المعقلية عبارة عن سؤاسات قائمة ورأسية بتحصر إما حشوة مربعة أو حشوة مستطيلة على حسب التصميم ودي بعض الأشكال من بعض الأشكال الحشوات الإسلامية الموجودة عندنا في أعمال النجارة هذه شكل المفروقة العدلة زي ما احنا قلنا بتقسم الحشوة الثلث والثلثين ودي السؤاسات قائمة هي ودي أربع حشوات مستطيلة وفي الوسط حشوة مربعة أما المفروقة المائلة زي ما احنا قلنا عبارة عن سؤاسات يبقى دي سؤاسات مائلة على زاوية 45 بتقسم برضو الحشوة إلى الثلث والثلثين وفي الحالة دي بتحصر على جنابيها أربع حشوات على شكل معين وفي الوسط حشوة مربعة الشكل دي بعض التفاصيل الخاصة بالباب الإسلام الطراز والباب الإسلام الطراز دوت من دايما من مميزاته إن قطاعات الأخشاب بتاعته ذات أحجام ومقاسات أكبر من الأبواب العادية زي ما انت شايف قادي شكل الحل وليه بنعمل فيه تفريز علشان لما ليجي نركب المفصلة المروحة اللي احنا قلنا عليها وذكرناها في بداية الحلقة يبقى فيه مكان أو تكون مرتاحة في عملية الفتح والغلق عشان كده بنعمل في الحل تفريز وزي ما انت شايف الحل قطاع 10 في 10 ودي قايم الضلفة من قطاع 12.5 في 6 وربع ودي القائم الخارجي للضلفة اللي بيطلق عليه إستامة الطلاقي أو إستامة الطلاقي بالنسبة للضلفتين ودي شكل الحلية في قائم الخارجي للضلفة اللي هو قائم الإستامة زي ما انت شايف بنعمله ذات حلية ملفوفة لأن الباب دوت مش هيتقفل على بعضه هيبقى مفتوح في الاتجاهين في الدخول وفي الخروج ودي شكل الحليات ودي قادي المعبرة بتاعتي برضو من نفس القطاع 10 في 10 وفي الحالة دي طبعا على حقق سمك 25 هنركب بكتة أو ما يطلق عليها سامدونة أو ربع عمود اللي هي اللفظ الذي يطلق في الأسواق زي ما انت شايفين بالركبة في الاتجاهين على جانبي مين الحل تعالوا مع بعض بقى نشوف الباب بتاعنا النهاردة اللي احنا نشتغل عليه المؤيسة بتاعتنا قادل باب الإسلام الطراز ومركب فيه حشوة ذات مفروقة قائمة أو عدلة مركب فيه فتحة مباني طول الفتحة متر اربعين وارتفاع الفتحة اتنين متر عشر تعالوا مع بعض نسكر كده مكونات الباب طبعا الباب مركب من أول حاجة الحل عبارة عن قائمين ومعبرة واطلق لفظ معبرة بهذا الاسم لأنه يتم العبور من خلالها بعد كده عند الباب مكوى من ضلفتين الضلفة مقاونة من قائمين ورأس عليا وأخرى سفلة ويتوسطها الرأس الوسطى موجود ما بين الراس الوسطى والراس العليا الزجاج ويتم تسقيط الزجاج من أعلى عن طريق عامل الراس العليا بعد كده بركب ما بين الراس الوسطى والراس السفلة الحشوات وعند الحشوة النهاردة الإسلامية هي الحشوة المفروقة العدلة زي ما انت شايف هي عبارة عن أربع سؤسات واد الحشوات أربع حشوات مستطيلة وفي الوسط حشوة مربعة الشكل طبعا برضو بنعمل إفريز لقائمة ضلفة عشان عملية الفتحة والغلق طبعا الأبواب دي بتستخدم فيه المساجد وفيه المتاحف أو الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر وطبعا قادي استمطاة طلاقي بالنسبة للضلفتين عشان عملية الفتح والإيه والغلق وزي ما انت شايف قادي أي من الحلقة هو واد المفصلة وهي المفصلة المروحة تعالوا نشوف معه نموذج الامتحان كده أو ورقة الامتحان بيكون شكلها إيه بيكتب الرسم الموضح اللي هو السابق دوت عبارة عن المسقط الرأسي والقطاعين الأفقي والجانبي لباب فارغ زجاج مروحة إسلامي مروحة لأن طبعا فيها مفصلات مروحة إسلام الطراز وذلك لوجود حشوات ذات طابع إسلامي والحشوة الموجودة اللي معانا النهاردة حشوة المفروقة العدلة الباب مكوم من ضلفتين بحشوات من أسفل على شكل مفروقة عدلة مصنوع من الخشب الموسكي زي ما احنا قلنا من سنة أولة وتانية وتالتة جميع الأخشاب اللي أنا اشتغل عليها هو نوع من أنواع الأخشاب اللينة وهو الخشب الموسكي وقلنا أطوال الخشب الموسكي بتبدأ من ثلاثة إلى ستة متر أما العروض من سبعة ونص إلى تلاتين سمتي بزيادة قدرات تنين سمتي ونص والسمك بيكون بوصة أو أربعة بوصة لأثنين ونص لأثنين ونص لأثنين سمتي مركب على فتحة مباني طول في ارتفاع تفقنا قبل كده إن شغل النجارة بيكون طول في ارتفاع كشفين زي ما أنا ذكرت في بداية الحلقة أول كشف كشف الكمية التفصيلي وده بعمله الباب واحد أما كشف المغلق بيتعامل لأربع أبواب هو طلب منه يعمله إنه هو يعمله لأربع أبواب ممكن يكون ستة ممكن يكون تمانية على حسب ما يطلب منك إحنا هنعمل كشف المغلق النهاردة لأربع أبواب من نفس النوع وزي ما اتفقنا قبل كده إن ده جدول قطاعات الأخشاب ممكن يديني الجدول في الامتحان وممكن يتركولي حسب أصول الصناعة لكن هو هنا الداني الجدول ولازم نخلي بالي في مادة التكنولوجيا إن قطاعات الأخشاب بالنسبة للأبواب الإسلامية الطراث بتكون أكبر وأعرض لأن الأخشاب دي بتكون أو حمل الباب بيكون كبير فقطاعات الأخشاب بتاعتي بتكون زي قطاعات كبيرة زي ما انت شايف آدي قوائم ومعبرة الحل الحل بتاعنا العادي بيكون عشرة في خمسة عرض عشرة في سمك كام خمسة لكن الباب بتاعنا النهاردة عشرة في عشرة عرض عشرة وسمك كام عشرة القوائم والرؤوس العليا من قطاع 12.5 في 6 و3 طبعا الأبواب العادية بتكون عشرة في خمسة لكن احنا قلنا الباب دي بتميز إن قطاعات الأخشاب بتاعته زي أحجام كبيرة فالعرض هنا 12.5 والسمك 6 و3 الرؤوس الوسطى من عرض 10 في 6 و3 أما الرؤوس السفلة من قطاع 20 في 6 و3 عند السؤاسات بتاعت المفروقة اللي احنا قلنا عليها وعند الباب الحشوة الوحدة فيها أربع سؤاسات من عرض 5 في سمك 5 ولكن لما جا اشتغل في كشف المغلق قال لي تأخذ من قطاع 10 في 5 ليه قال لي تأخذ لإن مش موجود عرض 5 إحنا الموجود أول عرض عندنا 7.5 وبيزيج كل 2.5 عشرة فقال لي لأ أنا عايزك تأخذه يعني تأخذ من قطاع 10 في 5 العشرة دي هنقسمها نصين هتبقى 5 وإيه و5 الحشوات طبعا مش مديني العرض مديني السمك سمك كام 3 و8 يبقى المطلوب مني أجيب مين العرض دي شكل الخشب المسك اللي احنا نشتغل عليه اتفعنا أن الأطوال بتاعته بتبدأ من 3 إلى 6 مت بزيادة قدرها 30 سنتي يعني ايه زي ما انت شايف 3 33 63 بزود 30 سنتي إلى 6 مت ودي الأطوال الموجودة في الأسواق ولكن في أطوال أكبر من 6 مت ولكن بيكون أطوال نادرة يعني ممكن تلاقيها وممكن ما تلاقيهاش ولكن ده الموجود في السوق بطول من 3 إلى 6 مت بزيادة قدرها 30 سنتي أما العرض بيكون من عرض أول عرض 7 ونص لـ 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص يعني 7 ونص البداية بزود 2 ونص بيكون 10 بعد كده 12 ونص 15 وهكذا حتى 30 سنتي أما السمك بيكون من سمك 2 ونص إلى 10 سنتي زي ما اتفقنا تقريباً الـ 2 ونص بيكون البوصة البوصة 2 سنتي ونص تعالوا مع بعض بقى نشوف اتفقنا قبل كده يا شباب إن في النجارة بعد ما بوصل للطول اللي أنا عايزه بزود حاجة عندنا اسمها زيادات التشغيل وزيادات التشغيل عندي بيكون حاجتين ضفر وتلسين والضفر دايماً بزوده فيه الأوايم أما التلسين بزوده فيه المعبرة والرؤوس والسواسات تعالوا نشوف مع بعض كده هون آه زيادات التشغيل الموجودة في عمل النجارة عندي أول حاجة ضفر بيكون 2 في 5 من 100 واتفقنا بزود الضفر فيه الأوايم ليه؟ عشان يحمل معايا فيه عملية النقر أما التلسين بيكون قدره 2 في 25 من 1000 وإحنا اتفقنا إحنا شغالين بالمتر فالتنين ونص معناها 25 من 1000 أنا شغال بالمتر يبقى بأس من الاتنين ونص على المية تديني 25 من 1000 يبقى بزود الضفر 2 في 5 من 100 أما التلسين 2 في 25 من 1000 معناها 2 في 2 ونص تعالوا نشوف الضفر بتزود في إيه؟ أول حاجة فيه أوائم الحل وأوايم الضالفة يبقى بزود الضفر 2 في 5 من 100 بعد ما بوصل للطول اللي أنا عايزه بزود زيادات التشغيل في الأوايم ضفر 2 في 5 وفيه أوايم الضالفة 2 في 5 من 100 أما التلسين قدره 2 في 25 من 1000 بتزود في إيه؟ أو بزيادة تشغيل بتاعت التلسين في إيه؟ أول حاجة عند المعبرة الرؤوس العليا والوسطى والسفلة جميعاً وعلى الرؤوس وكمان السؤاسات طبعاً حابين هنا برضو نوضح تاني عشان خاطر برضو التركيز بتاعنا يعني إيه؟ فتحة مباني ويعني إيه؟ فتحة نجارة وزي ما أنتو شايفين قدي صورة حية لموقع قادي قايم الحلق طبعاً قايمين وقادي المعبرة تعالوا نشوف بشير خلوص من أعلى في الأوايم قدره 1 سنطي ليه؟ عشان أبتدي أوزن الباب ويكون في مسافة نتحرك فيها ويكون سهلة في عملية التركيب وطبعاً بزود فيه المعبرة خلوص يمين وخلوص شمال قدره 1 سنطي و1 سنطي تعالوا نشوف مع بعض فتحة المباني فتحة المباني بالنسبة لطول الفتحة من بداية الحاط لنهايته أما فتحة النجارة بتكون من بداية الحل اللي نهاية الحل يبقى إذن فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني بمقدار 2 سنطي في الطول 1 سنطي يمين و1 سنطي شمال أما في طول الفتحة بشيل 1 سنطي خلوص من أعلى طبعاً دي صورة توضيحية برضو تاني هي قادي طول الفتحة موجود من اللون الأسود اللي هو الحائط للحائط فتحة مباني ببتدي أشيل خلوص يمين وخلوص شمال ببتدي أركب الحل اللي هي تبقى فتحة نجارة اللي هي من أول الحل الحد الحل يبقى فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني بمقدار 1 سنطي يمين و1 سنطي شمال أما بالنسبة لارتفاع الفتحة بشيل 1 سنطي خلوص من أعلى طبعاً قادي بالنسبة لي القطاع الجانبي قادي فتحة النجارة من بداية المعبرة لنهاية البلاط أما فتحة المباني من أول العتب لحد نهاية البلاط يبقى إذن فتحة النجارة بتقل عن فتحة المباني بالنسبة للارتفاع بمقدار واحد سنتي خلوص من أعلى وزي ما أنتوا شايفين هنا قادي الضلفتين بتوعي ببتدي أعمل في القائم الخارجي للضلفة ويطلق عليه قائم الإسطامة بركب أعمله ذات حلية ملفوفة عشان الباب ده هيتفتح فيه الاتجاهين في الدخول وفيه الخروج فما يعملش عملية احتكاك فيه أثناء الفتح والقفل وكمان أنا مش أعمل الباب ده أنه يتقفل على طول ولكن هسيبه حر الحركة ولكن في حالة فتح الباب بركبه حاجة اسمها شانكل يبقى لو أنا حبيت أخلي الباب مفتوح دائما بركبه شانكل وبعلق عليه لكن في الحالة دي الباب مفتوح سواء فيه الدخول أو فيه الخروج عشان كده بعمل حلية بتاعة القائم الخارجي اللي هو قائم الإسطامة ذات حلية ملفوفة كل اللي فات ده عبارة عن شرح تمهيدي للباب الإسلامي الطراز هنبتدي نشتغل المؤيسة الإجابة الأولانية للمؤيسة إزاي نعمل كشف الكمية التفصيلي يبقى الجيم واحد كشف الكمية التفصيلي للأخشاب اللازمة لباب واحد بعمل كشف الكمية لباب واحد طبعا الكشف زي ما احنا قلنا بسطره فيه الامتحان وكل سؤال في صفحة وأعمل الجدول بتاعي هسطر التصطير بتاعة الجدول بالألم الرصاص بالنسبة للحدود هبتدي أسطر الجدول بالألم الرصاص وابتدي أكتب بياناتي واحدة واحدة وابتدي بكشف الكمية لأن كشف الكمية هو الأساس في عمل المؤيسة وابتدي أدون قطاعات الأخشاب اللي مدهاني في جدول قطاعات الأخشاب وامشي وابتدي الملاحظات بتاعتي ويفضل وانت بتكتب الملاحظات تقول انت جبت منين الطول يعني ملاحظاتك في ايه؟ عشان خاطر ونكتب الملاحظات سواء أتشين خلوس أو هتزود يبقى نكتبها بالألم الرصاص ولكن البيانات أو الأرقام بتاعتي بكتبها بالألم الجاف تعالوا مع بعض نشوف كشف الكمية التفصيلي ببتدي أسطر الكشف وابتدي أكتب باند بيان الأعمال العدد القطاع بالسانطي عرض سمت الطول بالمتر ملاحظات وبقبر دايما الخانة بتاعة الملاحظات لأنها هيبقى فيها كتابة كتير تعالوا نشوف بكتدي في أول الكشف بالمتر الطولي خشب موسكيليزوم ليه؟ لأن أنا شغال بالمتر الطولي والغرض من كشف الكمية إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي يبقى الغرض من الكشف هو البند دوت تعالوا مع بعض أول حاجة عندي في قطاع الأخشاب إيه؟ قوائم الحل طب ليه مستر ما خدناش الأوائم والمعبرة لأن الأوائم موجودة في فتحة 2 متر 10 والمعبرة موجودة في فتحة 1 متر 40 هناخد أوائم الحل العدد عندي أيمين العرض 10 والسمك 10 جبتها منين من جدول قطاعات الأخشاب ولكن أنا حافظ من مادة التكنولوجيا قطاعات الأخشاب للباب الإسلامي الطراز أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب الطول بالمتر يلا نشتغل أول حاجة بقول فتحة المباني الأوائم موجودة في فتحة المباني كام؟ 2 متر 10 اللي يرتفع الفتح هنقص 1 سنتي خلوص من أعلى يبقى 2 متر 9 وزود زيادة التشغيل في الأوائم 2 في 5 من 100 اتفقنا بزود في الأوائم ضفروا قدروا كام؟ 2 في 5 من 100 يبقى أنا زودت 10 بالزيادة ونقصت 1 يبقى معي 9 9 ل 2 متر 10 يديني 2 متر كام؟ 19 واخد البند دوة الطول الجديد ده وحطه فين؟ في الطول بالمتر يبقى أنا الخلاصة كلها أن أنا هكتب البيانات بتاعتي زي ما اتفقنا بالألم الرصاص ولكن الأرقام بتاعتي بالألم الجاف وابتدي أدون الطول بالمتر في الخانة المخصصة لبند الطول بالمتر تعالوا مع بعض نوضح الجزئية دي شريحة كده توضيحية أنا عايز أجيب مين؟ قايم الحل اتفقنا أنا عندي قايمين هشتغل على قايم واحد لأن أنا محتاج أجيب طول قايم واحد لكن أنا عندي في العدد 2 تعالوا نجيب طول قايم الحل من بدايته لنهايته تمام؟ هو موجود في فتحة كام؟ 2 متر 10 الفراغ ده اللي موجود ما بين القايم والعتب 1 سنتي خلوس اللي اتفقنا عليه دي كده فتحة مباني ولكن من هنا فتحة نجارة هنشيل 1 سنتي خلوس من الـ 2 متر 10 يبقى القايم يطلع كام؟ هيطلع 2 متر 9 يبقى طول القايم بعد ما شلته الخلوس 2 متر 9 طرحت الواحد من الـ 2 متر 10 يبقى طول القايم 2 متر 9 طيب فين زيادات التشغيل ويطلق عليها فتحة نجار طيب فين زيادات التشغيل هزود ضفر ولا تلسين طبعا بزود في القايم ضفر قدره 2 في 5 من 100 ودايما في الملاحظات بكتب الحاجات المضروبة ما بين قسين فبدرب 2 في 5 مع 10 على الـ 2 متر 10 صعيبة 2 متر كام؟ 19 زي ما كتبناها في الكشف تعالوا مع بعض نجيب المعبرة أنا عايزة أعرف طول معبرة الحل من بدايتها لنهاية تمام؟ هي المعبرة موجودة في فتحة مباني كام؟ متر أربعين هشيل 1 سنتي خلوس يمين واشيل 1 سنتي خلوس شمال يبقى أصبحت دي فتحة نجارة يبقى فتحة المباني من الحائط للحائط متر أربعين فتحة النجارة بشيل 2 سنتي يتبقى متر كام؟ متر 38 هزود في المعبرة دفره ولا تلسين؟ اتفقنا بزود فيه المعبرة تلسين قدره 2 في 2 ونص ولكن أنا شغال بالمتر فبكتب اللي 2 ونص 25 من ألف يبقى 2 في 2 ونص معناها 5 5 على المتر 38 يديني طول المعبرة كام؟ بالزيادة متر 43 واروح على طول أعملها فين؟ في الكشف طبعا الشريحة السابقة دي توضيحية قادل الكشف بتاعك اللي هتدوم فيه هنبتدي باند رقم 2 معبرة الحل العدد عندي معبرة واحدة قطاع عشرة عرض سمك عشرة عايزة جيب الطول بالمتر هبتدي في باند الملاحظات فتحة المباني المعبرة موجودة فتحة كام؟ متر أربعين هشيل خلوس من الجاتين 2 في 1 من مية اتفقنا أي حاجة مضروبة أعملها إيه؟ ما بين قصين طب هشيل 1 سنتي خلوس يمين 1 سنتي خلوس؟ شمال يبقى 2 في 1 من مية خلوس من الجاتين زائد هزود زيادة تشغيل بتاعتي إيه؟ تلسين 2 في 25 من ألف معناها 2 في 2 ونص 5 5 أشيل 2 بن ناقص يبقى 3 3 على المتر أربعين يديني متر تلاتة واربعين واكتب في باند الطول بالمتر متر تلاتة واربعين يبقى أنا كده جبت طول مين؟ جبت طول قويم الحلقة طلعت 2 متر 19 وطول المعبرة بعد الزيادة طلعت كام؟ متر تلاتة واربعين يبقى أنا كده هو ده الغرض من كشف الكمية تعال نكمل بقى عايز أجيب أوائم الضالفة تعالوا برضو نوضحها شريحة توضيحية الأوائم الضالفة إيه الفراغ اللي تحت ده؟ اتفقنا فيه خلوس من أسفل ليه؟ بالذات في الضالفة عشان عملية الفتح والإيه؟ والغلق طيب أنا عايز أجيب بداية الآيم من بدايته هنا الحد نهايته هو الآيم موجود في فتحة مباني كام؟ 2 متر 10 إيه الفراغ اللي تحت ده؟ 1 سنطي خلوس وأنا عندي 1 سنطي خلوس بشيله من فوق بعد كده بشيل سمك المعبرة 10 سنطي إزاي؟ ما احنا بنشيل سمك المعبرة بعد عمل إفريز؟ آه بس الباب ده مفوش إفريز ولكن فيه التاب فريز لكن سمك الحلق كله على بعده كام؟ 10 يبقى أنا هشيل 1 سنطي خلوس من أعلى هشيل سمك المعبرة 10 سنطي وشيل 1 سنطي خلوس أرضية أو خلوس من أسفل يبقى أنا هشيل 1 و 10 11 ودي 1 و 12 هشيلها من 2 متر كام؟ هشيل 12 من 2 متر 10 يديني طول الآيم متر 98 هتزود على الأوايم زيادة تشغيل دفر ولا تلسين؟ اتفقنا هنزود دفر في الأوايم وده آيم ضلفة يبقى زود 2 في 5 من 100 ضفر يبقى 10 10 على زائد المتر 98 يديني 2 متر كام؟ 8 يبقى طول الآيم بالزيادة يطلع 2 متر 8 ولكن هدوني الكلام ده كله فين؟ في الكشف هنقول بند رقم 3 قوائم الضلف العدد عندي كام آيم؟ عندي طبعا 4 ليه 4؟ لأننا عندي ضلفتين ليه 4؟ لأننا عندي ضلفتين الضلفة فيها آيمين يبقى الضلفة الثانية آيمين؟ يبقى العدد الآيم كام؟ كلها على بعضها 4 طب عرض الآيم كام؟ 12 ونص سمك الآيم 6 و 3 من 10 جبت منين العرض والسمك؟ أنا عارفه من مادة التكنولوجيا ولكن هو مدوني في جدول قطاعات الأخشاب اللي مدوني في ورقة الامتحان أنا عايز الغرض من الكشف ده أعرف طول قوائم الضلفة يلا نكتب في الملاحظات فتحة المباني كام؟ القوائم موجودة في فتحة طبعا في الارتفاع 2 متر 10 هنقص 1 سنتي خلوس من أعلى ونقص سمك المعبرة 10 ونقص سنتي خلوس من أسفل يبقى نقصت 1 و 10 12 11 11 و 1 12 وهزود 10 يبقى أنا عندي من نقص 2 هشيل 2 من 2 متر 10 هدين 2 متر كام؟ هاخد الطول ده وحطه فين في بند الطول بالمتر يبقى إذن طول القايم الواحد هيطلع 2 متر كام؟ 8 ولكن أنا عندي 4 أوائم ضلف تعالوا مع بعض نكمل أنا عايز أجيب الراس العليا طيب بداية الراس العليا لنهايتها طول هقد إيه؟ تعالوا نشوف هي موجودة في فتحة كام؟ موجودة في فتحة مباني اللي هي الطول متر 40 تفقنا بأشيل خلوص يمين وخلوص شمال قدره كام؟ 1 سنت يمين و1 سنت شمال ببتدي أشيل سمك أي من الحال يمين وسمك أي من الحال شمال عندي 10 أو 10 يبقى عندي 12 يمين أشيلهم و12 شمال يبقى عندي كام؟ 11 و11 يبقى عندي 22 أشيلهم من متر 40 يديني متر كام؟ متر 18 يبقى إذن طول المعبرة تطلع كام؟ طول الراس العليا متر 18 طب أنا عندي راسين للضلفتين يبقى أسم على الاتنين يديني طول الراس الوحدة كام؟ 59 هزود على الراس كام؟ اتفقنا بنزود في الرؤوس 30 2 في 25 من ألف يبقى 5 59 يديني كام طول الرأس الوحدة؟ 64 تعالوا ندونها مع بعض في الكشف البند رقم 4 بيان الأعمال بتاعة الرؤوس العليا عندي 2 ليه 2؟ لأنه عندي الباب ضلفتين لو كان الباب ضلفتين يبقى العدد 1 لو كان الباب ضلفتين يبقى العدد 2 لأن كل ضلفة فيها رأس واحدة خلي بالك من الحتة دي في حالة برضو كمان أن الباب ده ممكن يجيبه لك ضلفة واحدة ممكن يشيل كلمة مروحة ويقول لك قطاعات الأخشاب مطروكة حسب أصول الصناعة يبقى أنا أفهم من كده أن الباب ده هشتغل كأنه باب عادي باب إسلام الطراز عادي يعني الأقويم الحال هتبقى عادية الحالة يبقى 15 في 5 أما الدولف هكون 10 في 5 باشتغل على قطاعات الأخشاب العادية لكن في حالة ذكر باب إسلام الطراز مروحة أو في حالة ذكر باب مروحة قطاعات الأخشاب بتاعته بيكون ذات أحجام كبيرة الحالة بيكون 10 في 10 والأوايم والرؤوس بيكون 12.5 في 6 و 3 تعالوا نكمل مع بعض يبقى لعندي الراسين الراس العليا 2 العرض 12.5 فيه سمك 6 و 3 عايز أجيب الطول بالمتر الغرض من الكشف ده اتفقنا هو إيجاد أطوال الأخشاب بالمتر الطولي هنكتب في بند الملاحظات هي الروس موجودة في فتحة كام فتحة مباني متر أربعين 2 في المية 2 من 100 ممكن نقول طبعا عشان بس المسافة نقول 2 في 1 من 100 وممكن نكتبها على طول ولكن يفضل أن نمتأ أي حاجة مضروبة نكتبها 2 في 2 من 100 ناقص 2 في 10 من 100 اللي هو سمك الحال يمين وسمك الحال شمال سمك الحال كام 10 يبقى 2 ود 12 2 ود 20 يبقى 22 22 من متر أربعين يديني كام متر 18 دي للراسين هقسم على 2 يديني الراس الواحدة كام الراس العليا الواحدة 59 من 100 هزود دفره لتلسين اتفقى أنا هنزود كام تلسين قدره 2 في 2 ونص معناها 25 من 1000 يبقى 5 على 59 يديني كام 64 يبقى طول الراس الواحدة كام تطلع 64 خلي بنا أنا عرفت أن طول الرأس العليا كام 64 لكن أنا عندي كام رأس راسين عليا للضلفتين البند اللي بعدين طبعا هيكون متشابه الرؤوس الوسطى والرؤوس الصفلة طيب سؤال إحنا ليه ما خدناش الرؤوس مع بعضها وزودنا في العدد ما ينفعش لأن طبعا إحنا بناخد البنود المتشابهة من حيث العرضه صمر لو أنت لاحظت في جدوى القطاعات الأخشاف في بداية ورقة الامتحان هيقول لك قطاعات الأخشاف الرأس العليا 10 في 12.5 في 6.4 أو 6.3 أما الرأس الوسطى 10 في 6.3 أما الرأس الصفلة 20 في 6.3 يبقى فيه سؤال ممكن واحد يقول لي أجمعهم مع بعض بدام كلهم رؤوس وكلهم نفس القطاعات وكلهم نفس الأطوال اللي هجيبها يعني نفس الطول هيطلع تمام ولكن العروض مختلفة الرأس العليا 12.5 الرأس الوسطى 10 الرأس الصفلة 20 إمتى أخذهم مع بعض لو كان العرض والسمك واحد في الحالة دي هضمون كلهم مع بعض وابتدي أكتب العدد اللي هو بتاعهم كلهم لكن طبعا أنا فصلت العليا وفصلت الرأس الوسطى وفصلت الرأس الصفلة لأن العرض والسمك إيه مختلف وتقريبا هو العرض بس اللي مختلف تعالوا نكمل مع بعض يبقى البند رقم 5 الرؤوس الوسطى طبعا عندي راسين للإيه للضرفتين هنا قطاع كام 10 في 6.3 والرأس الصفلة العدد 2 بس 20 في 6.3 عشان كده فصلتهم لكن الطول هيطلع كما في البند السابق اللي هو تقريبا طلعنا 64 برضو البند رقم 6 كما في البند السابق رقم 4 وهيطلع برضو الطول 64 واتفقنا فصلناهم ليه لأن العرض إيه مختلف الرأس العليا كانت 12 الرأس الوسطى 10 الرأس الصفلة 20 ما ينفعش إن إحنا نخدهم مع بعض نخدهم مع بعض إمتى في حالة إذا كان العرض والصوم واحد هنا بقى السؤال الطالب المميز نركز مع بعض يا جماعة في البند ده لأن البنود السابقة دي جميع البنود دي أساسية في أي مؤيسة ولكن هنا البند ده مختلف ليه؟ لأن البند ده ستطابع إسلامي فالحشوات بتاعتي شكل إسلامي أو حشوات إسلامية موجود الحشوة الموجودة عندنا النهاردة في الحلقة أو في الشرح بتاعنا هو الحشوات المفروقة العدلة يعني السؤاسات بتاعتي عدلة طب أنا عندي كم سؤاس؟ عندي أربعة في المفروقة الوحدة عندي أربعة للضلفة وأربعة يبقى العدد الثمانية أنا عايز أعرف طول السؤاس الواحد كام أنا كتبت العدد الثمانية لكن عايز أعرف طول السؤاس إزاي هنشوف مع بعض كده على الشريحة توضحية هنشوف السقاس بيتعشع ازاي وازاي نجيب طول السقاس تعالوا مع بعض يبقى عندي السقاسات المفروقة العدد 8 جبتهم منين 4 للضلفة الاولانية و4 للضلفة التانية بالعدد 8 العرض كام 5 في 5 تعال نجيب طول السقاس الواحد قده تمام طيب طول السقاس عشان اجيب طول السقاس اجيب طول الحشوة الاول واطرح منه عرض السقاس واضربه في التلتين التلتين دول بتوع ايه ما احنا اتفقنا في بداية الحلقة ان الحشوة المفروقة بتقسم السقاسات بتقسم الحشوة للتلتين انا عايز اجيب الطول الموجود في التلتين يبقى بعد ما بجيب طول الحشوة اناقص منه عرض السقاس واضربها في اتنين على تلاتة تعالوا نشوف كده مع بعض طول الحشوة وطبعا الحشوة المفروقة حشوة مربعة يبقى انا هشتغل في العرض لان الامكانية بتاعت العرض موجودة هتكون سهلة واضحها لك دلوقتي في صورة تعالوا نمشي مع بعض خطوة خطوة هنمشي مع بعض فيه بند سقاسات خطوة خطوة هو اتنع بعض انا عايز اجيب طول السقاس طبعا طول السقاس عشان اجيبه هجيب طول الحشوة الاول بعد كده هنقص عرض السقاس واضربه في المسافة اللي هي التلتين لان احنا ذكرنا ان السقاسات بتقسم الحشوة الى التلت والتلتين وطول السقاس بيبقى موجود فيه التلتين تعالوا مع بعض كده نجاي ازاي نجيب طول الحشوة طول الحشوة موجودة في المسافة اللي هي متر أربعين اللي هي طول الفتحة بنقص خلوص يمين وخلوص شمال بنقص سمك الحلق يمين وشمال يبقى دي 2 وده 20 يبقى 22 يبقى هايتديني كم وقسمهم على 2 يديني طول الضلفة الوحدة او عرض الضلفة الوحدة كام 59 هبتدي اشيل من الضلفة الوحدة عرض الايمين 2 في 125 من 1000 اللي هي 12.5 لكن انا شغال بالمتر فالمية 25 من 1000 دي معنى 12.5 لان شغال بالمتر زي ما احنا اتفقنا بننسي معلمية يبقى طول الحشوة كلها يطلع كام 34 نرجع تاني طول السؤاس بيساوي طول الحشوة اللي طلع كام 34 هنقص عرض السؤاس كام 5 يبقى واضربه في المسافة التلتين يديني طول السؤاس 19 ونقف عند الحتة دي لان 19 دي بدام جبت طول السؤاس يبقى انت كده جبت البند اللي بعدين اللي هو طول الحشوة المستطيلة بعد كده بزود في السؤاسات اتفقنا بزود لسان وتلسين هزود لسان اتنين في خمسة وعشرين من الف اللي هي معانا اتنين في اتنين ونص وهزود التلسين بتاعتي اللي هي زيادات التشغيل اتنين في خمسة وعشرين من الف يبقى هزود خمسة وخمسة دي عشرة و19 يبقى طول السؤاس الواحد هيطلع كام 29 لان انا زودت عشر لسان وتلسين هوضحها لك دلوقتي ايه زي ما انت شايف ادي الحشوة المفروقة العدلة ادي السؤاس انا عايز اجيب طول السؤاس اللي هي من أول المسافة دي لحد المسافة دي طب السؤاس ده بيقسم الحشوة ايه؟ قلنا التلت والتلتين زي ما انت شايف الطول موجود في المسافة الكام التلتين ولو انا جبت طول السؤاس يبقى جبت طول الحشوة ركز معايا شوية لو انا جبت طول السؤاس يبقى انا جبت طول الحشوة يبقى البند ده كأنني جبت البند اللي بعديه بالزبط طيب المسافة طبعا موجودة في التلتين يبقى هنجب طول الحشوة كلها بعد كده هطرح عرض السؤاس اللي هو خمسة واضرف في المسافة التلتين بعد كده هزود لسان وتلسين قادره 2.5 يمين و 2.5 شمال لان طبعا السؤاس بيبتدي يتعاشى مع بعضه لسان 2.5 يمين و 2.5 شمال بعد كده هزود زيادة تشغيل بتاعت اللي هي تلسين يبقى احنا وصلنا ان طول السؤاس 19 اذا انطول الحشوة يطلع كام 19 بعد كده هزود في السؤاس 2 في 25 من الف اللي هي لسان وزود زيادة تشغيل بتاعت اللي هي تلسين 2 في 25 من الف يطلع طول السؤاس كله كام 29 تعالوا بقى نجيب الحشوة المستطيلة انا جبتها في البند الصابق تعالوا نشوف انا عندي كم حشوة 8 العرض مجهول يبقى انا عندي كده هنا 2 مجهول العرض والطول هو مديني الصمك في بداية القطاعات مديني الصمك طب الحشوة المستطيلة انا عايز اجيب عرضها وطولها تعالوا نجيب الطول احنا اتفقنا طول الحشوة بيساوي ايه برضو نفس النظام طول الحشوة انا عرض السؤاس في التلتين هتطلع كام 19 بس بزود في الحشوة مفحار وتقصيب مفحار 2 في 1 من 100 مفحار و2 في 1 من 100 تقصيب هجمحهم على بعض مفحار وتقصيب 2 في 2 من 100 بقى هزود كام 4 مفحار وتقصيب على التسعتاشر اديني كام 23 واحنا اتفقنا التسعتاشر دي اللي هي طول السؤاس قبل الزيادة قبل اللسان والتلسين يبقى اذا طول السؤاس هو طول الحشوة يبقى هزود مفحار وتقصيب 2 في 2 من 100 يديني طول الحشوة كام 23 طب والعرض العرض طبعا موجودها اسقع هجيب طول الحشوة ناقص 5 من 100 واضرف في التلت لان العرض موجود فين في التلت يبقى هي هي ولكن هنا باضرف في التلتين والعرض باضرف فين في التلت يبقى بيساوي كام 10 هزود مفحار وتقصيب 2 في 2 من 100 يديني 14 أنا ما عنديش عرض 14 لكن عندي عرض كام 15 يبقى أشتغل على الكام على الخمستاشر اتفقنا من العروض موجودة 7.5 10 12.5 15 يبقى أنا هاخد العرض الكام 15 لأنه ما فيش عرض 14 يبقى إذا العرض يطلع 15 والطول بالمتل يطلع كام طول الحشوة 23 تعالوا بقى نجيب الحشوة المربعة قاد الحشوة المربعة زي ما أنت شايف إيه أنا عايز أجيب طوله برضو نفس نظام هبتدي أنا أقص لحد محصورها في ضلفة واحد وأشيل عرض الآيمي منه وعرض الآيم شمال بعد كده أشيل عرض هيديني طول الحشوة 34 هشيل عرض السؤاسي منه وعرض السؤاس شمال وأقسم على ثلاثة لأننا عندي على ثلاث مسافات يديني منه عرض الحشوة المربعة الحشوة المربعة العادة كام عندي حشوة عندي حشوتين واحدة للمفروقة للضلفة الأولانية والتانية طيب أنا عندي برضو عايز أجيب العرض والطول تعالوا يلا نجيب العرض والطول الطول موجود في فتحكها هنجيب طول الحشوة 34 هنقص عرض السؤاسي من وشمال اتنين في خمسة من مية واقسم على التلاتة اداني تمانية هزود مفحار وتقصيب يديني اتناشر برضو مفيش اتناشر يبقى اخد عرض خمستاشر يبقى هكتب الطول عادي اتناشر اللي مفيش مشكلة في الطول لكن العرض اللي موجود عندي هيبقى خمستاشر يبقى انا عرفت ازاي اجيب العرض وازاي اجيب الايه؟ الطول تعالوا مع بعض بقى نعرف طبعا عرفنا الاطوال ويفضل ان انت تكتب الاطوال دي في بداية كشف المغلق احنا دلوقتي هنبتدي كشف المغلق في اول الكشف هنا بقى في كشف المغلق دايما بناخد القطاعات المتشابهة من حيص العرض والسمك يعني ايه؟ يعني ببتدي اخد القطاعات المتشابهة العرض واحد وسمك واحد وشوف في الكشف الكمية عندي كم بند مشتركين في نفس العرض والسمك وابتدي احطهم في بند واحد فأول حاجة عندي قطاع عشرة في عشرة أنا عندي كم بند عندي بندين لو تفتكر في كشف الكمية عندي بند واحد وبند اتنين اللي هو كان أويم الحل ومعبرة الحل أويم الحل كان العدد كام اتنين والمعبرة كانت كام واحدة أويم الحل طلعت طول القايم كام اتنين متر تساعتاشر يبقى أنا عندي للباب عندي قايمين طول القايم اتنين متر تساعتاشر وعندي كم معبرة معبرة واحدة طلعها طلع كام متر تلاتة واربعين تعالوا مع بعض كده نشتغل فبقول هنا قطاع عشرة في عشرة هاخد البنود المتشابهة من حيص العرض والإيه والصمق اللي هو قطاع عشرة في عشرة بند واحد وبند اتنين بند واحد اللي هو أويم الحل بند اتنين معبرة الحل عندي كم آيم؟ اتنين طول الآيم كام؟ اتنين متر تسعتاشر طب ولمعبرة؟ عندي معبرة واحدة طولها كام؟ متر تلاتة واربعين هنبتدن أخدهم مع بعض اللي اتنين فيه لوح خشب واحد إذا كان الطول أقل من ستة متر ينفع أن أنا أجيبهم فلوح واحد طب لو عدى الستة متر أبتدي أجزقهم تعالوا نشوف كده مع بعض هبتدي ببند التفصيلات هاخد في بند التفصيلات ده آخر بند في كشف المغلق هبتدي أعمل خطين الفرق ما بينهم واحد سنطي وابتدي أقسم عندي كام آيم اتنين وعندي كام معبرة واحد طول الآيم كام اتنين متر تسعتاشر والمعبرة متر تلاتة واربعين هنجمع اتنين متر تسعتاشر زائد اتنين متر تسعتاشر زائد متر تلاتة واربعين يطلع الطول عندي كام خمسة متر واحد وتمانين طيب خمسة متر واحد وتمانين ينفع آه ينفع لكن ما عنديش خمسة متر واحد وتمانين في المغلق عندي كام ستة متر بقى أنا أخد الطول الموجود ستة متر اللوح ده بتاع كام باب بتاع باب واحد وإحنا اتفقنا إحنا عايزين نعمل كشف المغلق لعدد أربع أبواب يبقى اللوح ده بتاع باب واحد يبقى أجيب أربع ألواح أجيب كم لوح أربع ألواح يبقى أنا هجيب أربع ألواح بطول كام ستة متر خلي بالك معايا أدي كشف المغلق وأدي تصطير تلكشف المغلق بالألم رصاص وأدي بند التفصيلات اللي هو الأخير اللي احنا خدناه شريحة الواحدة هنبتدي نرسم فيه لوح خشب الفرق ما بينه نصف سنتر أو واحد سنتر وأبتدي أكتب أشوف بند واحد كان عدد كام اتنين اتنين متر تسعتاشر وبند اتنين كان عدد واحد بطول كام متر تلاتة واربعين جمعتهم مع بعض اداني خمسة متر واحدة مني ولكن اللي موجود في المغلق كام ستة متر اللوح ده كام بتاع باب واحد وأنا عايزة أعمل كام أربع يبقى جيب أربع الواحد يبقى اللوح ده الستة متر ده بتاع باب واحد يبقى جيب أربع الواحد بطول ستة متر العرض كام؟ عشرة من مية في عشرة من مية سمك هنا هبتدي أضرب عشان أجيب الجزئية هبتدي أضرب أربعة في ستة متر في عشرة من مية في عشرة من مية حاصل الضرب أخذ رقمين عشرين يديني أربعة وعشرين هل يطرى فيه جزئية تانية؟ مفيش يبقى الكمية هي الجزئية واتفقنا أن الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب بالمتر المكعب يبقى الكمية بتاعة القطاع عشرة في عشرة العرض عشرة في سمك عشرة طلعت كامل كمية أربعة وعشرين واتفقنا طبعا في بداية الكشف بكتب بالمتر المكعب خشب موسكيليزون وابتدي أخذ القطاعات المتشبهة من حيث العرض والسمك فكبعا كان بند واحد وبند اتنين طيب تمام نخش على القطاع اللي بعديه قطاع اتناشر ونص في ستة وثلاتة كان عندي بند تلاتة وبند اربعة بند تلاتة الأوايم الضالفة العدد كام كان عندي أربع أوائم طول الأايم الواحد كام اتنين متى تمانية بند أربعة الرؤوس العليا عندي كام رأس كان اتنين طول الرأس الواحدة كام 64 يبقى عندي أربع أوائم وعندي راسين اتنين متى تمانية فأربعة واتنين فيه 64 طبعا لو إحنا جمعناهم مع بعض في جزئية واحدة هلاء أنها ستعدي الستة متر طب هنعمل ايه هنبتدي ناخد بدل ما اخد أربع قوايم هاخد اتنين وبدل ما اخد راسين اخد راس واحدة يبقى أنا كده كأن عملت ضالفة واحدة يبقى إذن تعالوا كده مع بعض نشوفها في بند التفصيلات أبتدي أعمل لوح أخد بدل أربعة اخد اتنين وبدل ما راسين اخد واحدة يبقى إذن اللوح ده بتاع ضالفة واحدة إذن الباب محتاج كم لوح اتنين تاني اللوح ده كده بتاع ضالفة واحدة واجيب لح تاني بتاع الضالفة التانية يبقى الباب الواحد محتاج لحين خشب بالطول دوت وانا عندي اربع ابواب مطلوبين مني يبقى اتنين فاربعة يبقى اجيب تمن الواح بالطول اللي هيطلع دلوقتي اللي هو حاصل جامعة اتنين متر تمانية زاد اتنين متر تمانية زاد اربعة وستين يطلع كام؟ يطلع اربعة متر تمانية طبعا لو كنت خدت الاربع اجزاء والجزئتين كانوا هيعدوا الايه التمانية متر كان يبقى 9 متر 60 لكن طبعا أنا خدت بتاع ضلفة واحدة فيطلع 4 متر 80 يبقى أجيب 8 ألواح اتفقنا أن اللوح ده بتاع ضلفة واحدة وأنا عندي ضلفتين يبقى أجيب لحين وأنا عايز أعمل 4 بواب يبقى 2 ف 4 ب 8 يبقى أجيب عدد ألواح خشب للأربعة بواب بطول كام موجود فعلا عندي في المغلق 4 متر 80 يبقى أروح على الكشف على طول أقول بند 3 و 4 لزوم قطاع 12 و نصف 6 و 3 كان عندي بند 3 و 4 من نفس القطاع واكتب طبعا شغالين بالمتر الـ 12 و نصف تبقى 125 من ألف والـ 6 و 3 تبقى 63 من ألف ليه بأس معالمية أنا عايز أجيب العدد والطول والجزئية تعال نشوف العدد طلع كام 8 والطول طلع كام 4 متر 80 هضرب هين هضرب هضرب 8 ف4 متر 80 فيه 125 من ألف فيه 63 من ألف يديني كام 29 باخد رقمين 20 حاصل الضرب فيه جزئية تانية يجمع عليها مفيش يبقى الكمية هي الجزئية خلي بالك ان الكمية بتاعة القطاع 12 و نصف 6 و 3 طلعت 29 من 100 متر مكعب بعد كده هاخد القطاع التاني 10 في 6 و 3 طبعا ده كان بتاع الراس الوسطى اللي هو بند كام بند 5 بس الرؤوس الوسطى كان عندي كام راس 2 بطول كام 64 طبعا 64 هيديني متر 28 طبعا لسه بدري أنا بداية الخشب عندي في المغلق 300 طيب ايه المشكلة اما ناخد كل كل الرؤوس بتاعة الاربع ابواب طبعا عندي الباب الواحد اتنين اتنين فاربعة بتمان يبقى انا هاخد اقسم لوح خشب الفرق ما بينه واحد سنتي وابتدي ااخد التمن اجزاء بتوع الاربع ابواب واقسم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمن طبعا الباب الواحد محتاج اتنين ها ادي كده بابين تلاتة اربعة طول خمسة متر اتناشر اللي موجودة عندي في المغلق كان باخد بالزيادة خمسة متر اربعين اتفقنا اكتب الاطوال في بداية الكشف عشان تبتدي تاخد الطول الموجود في المغلق لاني باخد دايما في النجارة بالاطوال الموجودة في المغلق بالزيادة فعندي طلع الطول خمسة متر اتناشر هبتدي اكتب في بداية الكشف الاطوال تلاتة 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 ستين وهكذا وابتدي اخذ الطول منه بباشرة يبقى انا مش هبتدي ادور وابتدي احسب من اول تلاتة متر يبقى انت لو كاتب الاطوال موجودة في اول الكشف هبتدي اخذ الطول الموجود يعدي الخمسة متر اثناشر طبعا اللي بعد خمسة متر اثناشر كام خمسة متر اربعين واتفقنا ان اللوح ده يعمل اربعة بوابية باجيب اللوح واحد وروح ادونه في الكشف المغلق هقول لزوم بند خمسة عشرة في ستة وتلاتة وابتدي احط العرض عشرة من مية والستة وتلاتة تعمل تلاتة وستين من الف العدد طلع كام هجيب لوح واحد العدد واحد الطول يطلع كام خمسة متر اربعين اللي موجود عندي في المغلق هبتدي اضرب واحد في خمسة متر اربعين في عشرة من مية في تلاتة وستين من الف يديني رقم اخذ رقمين عشريين اقرب واخذ رقمين عشريين يطلع اربعة من مية البند ده جزئية واحدة يبقى هي الكمية أنا بكتب الكمية لأن الغرض من كشف المغلق إيجاد كمية الأخشاب هبتدي أخذ القطاعات كلها وابتدي أجمع الكمية وأشوف الأخشاب بتاعتي هجبها بكمية دي تعالوا نخش على البند اللي بعدين قطاع 20 في 36 طبعاً بتاع الرأس السفلة عندي كام رأس 2 نفس البند السابق برضو هجيب 8 أجزاء بطول 4.64 هيطلع برضو نفس النظام طول 5.12 اللوح 1 بطول 5.40 وممكن أكتبها كما في البند السابق ولكن يفضل في كشف المغلق تأخذ الأطوال عشان لما أبتدي أجمع الأطوال كلها هنا أبتدي أضرب 8 في 5.40 في 20 من 100 في 63 من 1000 يديني 7 من 100 يبقى الكمية بتاعتي كام 7 من 100 يبقى لو كان عندي جزئتين أو 3 أجمعهم وحطهم في بند الكمية هنا البند ده جزئية واحدة يبقى الجزئية هي الكمية نخش على القطاع اللي بعدين القطاع اللي بعدين 10 في 5 طبعاً الشرايح دي يا جماعة توضيحية توضيحية ليه كنتم لكن أنت هتبتدي تدور على طول في الكشف قطاع 10 في 5 عندي بند 7 اللي هو سؤاسات المفروقة عندي العدد كام؟ 8 سؤاسات بطول كام؟ 23 تعالوا نروح مع بعض فيه بند التفصيلات طيب أنا عندي كام 8 طيب هبتدي أخد 16 جزئية خلي بالك أن البند ده اللي في بداية الكشف نركز مع بعض يا جماعة في الحتة دي هو اللي في أول قطاع تأخذ في السؤاسات اللي تأخذ من قطاية كانت 5 في 5 قال لي تأخذ 10 في 5 طيب هنعمل إيه؟ لأنه ليس موجود عرض 5 في المغلق اللي موجود في المغلق عرض 10 طيب أنا عايز 5 يبقى أجيب العرض 10 وأقسم العشرة إيه؟ نصين زي ما أنت شايف كيف الشريحة اللي فاتت هبتدي أجيب العرض 10 وأقسم نصين يديني 5 و 5 طيب أنت عندك كامسة؟ 8 طيب إيه المشكلة إنما أجيب 16 تعالوا نشوف مع بعض كده هاخد 16 جزئية طبعاً الثمانية بتوع باب واحد هاخد 16 يبقى كده بابين وعندي بابين من تحت لأنها شق اللوح نصين يديني بابين من فوق وبابين من تحت تمام؟ عادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ده بتاع باب الأولاني وتمانية التانيين بتوع الباب التاني وزيهم في النص التاني يبقى أنا عندي كده اللوح ده يعمل أربع أبواب يبقى جيب لوح واحد وابتدي أقسمه 16 جزئية طول الجزئية طلع الكام لما ضربنا 16 في 16 طلع 4 متر 16 يعني جمعناهم مع بعض فبدل ما نجمع 26 زي 26 16 مرة قلنا 16 في 26 يطلع المجموع كام 4 متر 16 اللي موجود في المغلق 4 متر 20 واتفقنا بحطها في أول الكشف وابتدي أخد منها يطلع الطول كام 4 متر 20 والعدد الألواح لوح واحد للأربع أبواب هروح على الكشف أقول لزوم كطاع 10 في 5 أحط العرض 10 من 100 السمك 5 من 100 ابتدي أقول العدد طلع 1 والطول الجديد اللي موجود في المغلق 4 متر 20 هضرب متر 1 في 4 متر 20 في 10 من 100 في 5 من 100 واخد رقمين 20 يدين 2 من 100 الجزئية طبعا أو الكمية هي الجزئية تطلع 2 من 100 القطاع اللي بعدين من قطاع 15 في 3 و 8 سنطي عندي بند 8 و بند 9 مشتركين في نفس القطاع كانت الحشوة المفروقة المستطيلة والحشوة المربعة للمفروقة كان عندي 8 حشوات قمنا 4 للضلفة الأولينية و 4 للضلفة التامية يبقى العدد كام 8 طول الحشوة تلع 23 طيب بالنسبة للحشوة المربعة كان عندي حشوتين الطول تلع كام 12 يلا بينا أنا أخدهم مع بعض فهجبها هيطلعوا كام 23 في 16 زائد 4 في 16 يدين 4 متر 16 يبقى الطول اللي موجود عندي 4 متر 20 اللوح هجيب كام لوح خشب هجيب لوحين خشب وابتدي أسهم 16 و 4 حتة للأربع أبواب تعالوا مع بعض كده ندولهم يبقى عند القطاع 15 في 3 و 8 اللي هو بند 8 و بند كام بند 8 و بند 9 القطاع بتاعي 15 في 3 و 8 العدد تلع كام 2 والطول تلع كام اللي موجود في المغلق 4 متر و 20 هبتدي أضرب 2 في 4 متر و 20 في 15 في 38 من ألف هضرب هنا هضرب يديني الناتج الضرب 5 من 100 طبعا لما قرب خدت رقمين 20 والكمية هي 5 من 100 يبقى نخلي بندها أنا دلوقتي تقريبا كده خلصت المؤيسة كشف كمية و كشف مغلق في نهاية كشف المغلق بابتدي أجمع الكمية اتفقنا الكشف الكمية الغرض منه إيجاد أطوال أخشاب بالمتر طول عرفت أطوال المكونات أو التفاصيل إنشائية للباب بابتدي في كشف المغلق بأخذ القطاعات المتشبهة من حيص العرض و صمق وابتدي أخذ الكمية بتاعة كل بند من حيص العرض و صمق تاني أنا بأخذ القطاعات المتشبهة من حيص العرض و صمق وابتدي أجيب الكمية بتاعتها فعندي بند واحد كان مع بعضه تلع الكمية تقريبا 2% بند 3 و 4 خطوه مع بعض و هكذا وابتدي أجمع الكشف أو الخانة بتاعة الكمية واشوف الكمية بتاعة الأربعة بواب قدق خشب وابتدي أروح المغلق لأن احنا اتفقنا بنجيب الأخشاب بتاعتنا من مكان يطلق عليه المغلق الأطوال الموجودة قلنا من 3 إلى 6 متر عشان كده دايما لما بجيت أخذ الأطوال بتاعتي بأخذ الزيادة الموجودة في المغلق يبقى أنا مروحش للرجل يقول له ده الطول عندي طلع 5 متر 12 لا بأشوف اللي موجود وابتدي أخذه يبقى هو عارف إن أنا فاهم يبقى أنا كده عملت المؤيسة هبتدي أجمع كشف الكمية واشوف الناتج هيطلع كام متر مكعب خشب موسكي تعالوا نشوف مع بعض الكمية تطلع دي طبعا أنا عملتها في شريحة منفصلة لكن الكمية موجودة عندك في كشف المغلق لأن الغرض من كشف المغلق يجاد كمية لخشب بالمتر مكعب أنا عندي هنا القطاع اللي هو العرض والصم وليست 10 في 10 أو 12 رصف 6 و3 لا ده دي 10 في 10 ده العرض 10 والصمق 10 يبقى القطاع اللي كان عرض 10 وصمق 10 الكمية بتاعت القطاع ده طلعت 24 من 100 القطاع التاني اللي هو 12 ونص في 6 و3 اللي هي كانت الأوائم الرؤوس العليا طلعت الكمية بتاعت البند ده 29 من 100 القطاع اللي هو عرض 10 في 6 و3 اللي هي كانت الرأس الوسطى الكمية بتاعتها طلعت 4 من 100 البند اللي بعدين اللي هي الرأس الصفلة 20 عرض في سمق 6 و3 الكمية بتاعته طلعت 7 من 100 القطاع اللي بعدين 10 في 5 اللي هي بتاعت السؤاسات اللي أنا أسمتها 2 عشان يبقى 5 في 5 وأسمتها ليه لأن العرض مفيش عرض في المغلق 5 العرض اللي موجود عندي 10 الكمية بتاعتها طلعت 2 من 100 القطاع 15 اللي هي بتاعت الحشوات المستطيلة والمربعة الحشوات طلعت 5 من 100 هبتدي أجمع الكمية بتاعت البنوت ببعضها 24 زائد 29 من 100 زائد 4 من 100 زائد 7 من 100 زائد 2 زائد 5 الكمية كلها تطلع كام 71 من 100 يعني 71 سنط من 100 متر مكعب خشب مسكن من 1 يبقى الكمية بتاعت الأربع أبواب الخشب بس الواحده طلعت 71 من 100 متر مكعب هي دي الكمية تمام كده يا شباب طبعا كده احنا خلصنا كشف الكمية وكشف المغلق والكمية بتاعت الأخشاب كلها عرفتها اللي هروح أجيبها الكمية بتاعت اللي هحاسب عليها 71 من 100 حلقتنا خلصت أشوفكم على خير في الحلقات القادمة دمتم في حفظ الله وأمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة